هل يسرك أن تجالس الصحابة والتابعين ومن عاش في العصور الخالية من العلماء والنابهين اقرأ سيرهم في كتب التراجم فكأنك بهذا قد صاحبتهم ومن أفضل كتب التراجم وأشملها كتاب سير أعلام النبلاء للحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الدمشقي أبي عبد الله شمس الدين الذهبي رحمه الله تعالى وقد تنوعت الشخصيات المترجمة في الكتاب فمنهم الخلفاء والملوك والوزراء والقضاة والقراء والمحدثون والفقهاء والأدباء واللغويون والشعراء لكنه اعتنى عناية خاصة بالمحدثين والرواه كما شمل الكتاب تراجم الأعلام من كافة أنحاء العالم الإسلامي من الهند والسند شرقا إلى الأندلس غربا ونظم الذهبي كتابه على الطبقات والطبقة هي مدة زمنية تشمل الأعلام الذين عاشوا فيها وقد قسم كتابه إلى أربعين طبقة متوسط الطبقة خمسة عشر عاما تقريبا وخصص أول كتابه للسيرة النبوية الشريفة وتراجم الخلفاء الراشدين وطريق الذهبي في إيراد الترجمة أنه يذكر اسم المترجم ونسبه ولقبه وكنيته ونسبته ثم نشأته ويذكر شيوخه وتلاميذه وما خلف من آثار علمية أو أدبية ويبين بعد ذلك منزلته العلمية وعقيدته وتعديله أو تجريحه من خلال أقوال العلماء الثقات فيه وقد يكتفي بنقل أقوالهم وقد يعقب بنقدها ويقوم الرواة بعبارات دقيقة للغاية نحو ثقة وصويلح ومتروك ثم ينهي الترجمة بتحديد تاريخ وفاة المترجم وكثيرا ما يروي أحاديث بسنده إلى المترجم في نهاية ترجمته وكان الذهبي يلتزم بمنهج الاعتدال والإنصاف في تقييم الأعلام حتى إنه نقد ابنه أبا هريرة فقال إنه حفظ القرآن ثم تشاغل عنه حتى نسيه وقد أكثر في كتابه من إيراد الأحاديث واعتنى بالتعليق عليها من حيث الإسناد والمتن قال تلميذه الصفدي وأعجبني منه ما يعانيه في تصانيفه من أنه لا يتعدى حديث يورده حتى يبين ما فيه من ضعف متن أو ظلام إسناد أو طعن في رواته ولكثرة مميزات الكتاب وجمعه بين السيرة والحديث والتاريخ أوصى كثير من العلماء باقتنائه وقراءته ليكون زادا لقارئه في العلم والعمل وصدق من قال في شأن الكتب تلك النفائس لو تباع بوزنها ذهبا لكان البائع المغبونة